هذه هي الحلقة الثامنة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة لا زال كلامي عن البترية والبتريين في الحلقتين المتقدمتين بينت أن هذا المصطلح أتحدث عن البترية عن البتريين بينت أن هذا المصطلح مصطلح قرآني ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ومن أنه مصطلح متحرك في أجواء ثقافة العترة الطاهرة وبينت كذلك من أن النجفة بترية منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل الطوسي البتري من بغداد إلى النجف واستمرت البترية في النجف إلى وقتنا الراهن إلى أن وصلنا إلى المرجعية السستانية البترية وهي الأكثر بترية بالقياس إلى المرجعيات المتقدمة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا مر كل هذا في الحلقتين الماضيتين إذن صار واضحا عندنا البترية مصطلح قرآني يتحرك في أجواء ثقافة دين العترة الطاهرة حوزة النجف بترية بامتياز منذ أن تأسست وإلى يومنا هذا مراجع النجف بتريون النقطة التي أريد بيانها في هذه الحلقة من أن أتباعهم إنني أتحدث عن أتباع المراجع البتريين من أن أتباعهم لا يخطر في بالهم أبدا من أنهم بتريون ومن أنهم على دين يتنافر مع دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة يتصورون أن المراجع البتريين في النجف وكربلاء هم أقرب الناس إلى العترة الطاهرة أمة قد استحمرت أمة قد سلبت إرادتها أتحدث عن الذين يقولون نحن شيعة أمة قد بنجت أمة قد غيب عقلها هذا موضوع طويل عريض لا أريد أن أقف عنده المراجع البتريون أنفسهم هم الآخرون كثير منهم لا يعلمون أنهم بتريون لأنهم يقدسون الذين سبقوهم ويعتبرون الطوسي شخصا مقدسا عملية التقديس المزيف هي التي تدمر عقل الإنسان مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا إلى مرجعية السيستان لا يفقهون دين العترة ولا يفقهون حديث العترة كتبهم دالة على ذلك سأضرب لكم أمثلة سآتيكم بمثال من العلماء الماضين إنني اخترت متعمدا الشيخ البهائي إنه محمد بهاء الدين العامل الذي تعرفه الشيعة بالشيخ البهائي المتوفى سنة ألف وثلاثين للهجرة الشيخ البهائي عالم شيعي موسوعي كتبه تكشف عن ذلك أبوه كان من مراجع المدرسة الأخبارية أبوه الشيخ حسين ابن عبد الصمد العامل والد الشيخ البهائي كان من مراجع المدرسة الأخبارية والشيخ البهائي ما هو ببعيد عن المدرسة الأخبارية لا نستطيع أن نصفه بأنه أصولي إنه يجمع ما بين الأخبارية والأصولية والأصولية الشيخ البهائي أخباري من جهة أصولي من جهة ثانية وصوفي عرفاني من جهة ثالثة مثلما هو معروف عنه كان مطلعا على العلوم الغريبة وعلى العلوم الدنيوية في زمانه يقولون عنه بأنه عالم جامع عالم موسوعي هذا هو الذي اخترته واخترته بعناية فائقة لأن الشيعة يصفونه بالتقديس خصوصا في الأجواء العرفانية فإنهم يعدونه أنموذجا عرفانيا متكاملا وقد ساح سياحة صوفية على طريقة أبناء العامة على طريقة نواصب السقيفة بني ساعدة ساح سياحة صوفية في مقطع من حياته حكاية البهاء طويلة وهو من أسرة شيعية جذورها ضاربة في أعماق التأريخ الشيعي من جبل عامل لكن أصله يعود إلى العراق وإلى الكوفة فهذه الأسرة أسرة الشيخ البهاء كما هو معروف يمتد نسبها إلى الحارث الهمداني هذا الذي يخاطبه أمير المؤمنين يا حار همدان من يمتيرني الأبيات المشهورة والمعروفة وهي أبيات الحميري ما هي لأمير المؤمنين لكن الحميري ينظم الواقعة وينظم المحاورة التي جرت بين أمير المؤمنين والحارث الهمداني فأسرة البهاء تمتد جذورها إلى الحارث الهمداني والذي قد يعرف أيضا بالأعور الهمداني فقد عينه في صفين فكان هذا وساما له يعرف في العوساط الشيعية في زمانه في زمان أمير المؤمنين بالأعور الهمداني على أي حال هذا هو البهاء الذي اخترته أنموذجا واخترت هذه الرسالة من رسائله إنها أجوبة على أسئلة عالم شيعي كان معاصرا للبهاء فهو لا يجيب شخصا من عوام الشيعة هذا هو الجزء الثاني عشر من مجموعة مؤلفات البهاء التي طبعت تحت هذا العنوان موسوعة الشيخ بهاء الدين العامل هذا هو الجزء الثاني عشر وهو الجزء الثاني من مجموعة الرسائل هذه الرسالة هي أجوبة البهاء على أسئلة ابن شتقم وابن شتقم من علماء الشيعة المعاصرين للبهاء هو السيد علي ابن شتقم الحسين المدني كان عالما شيعيا معروفا معاصرا للبهاء وجه له مجموعة من الأسئلة في صفحة الحادية والعشرين من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل وهذه الطبعة هي طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي إنها الطبعة الأولى 2021 ميلادي في صفحة الحادية والعشرين هذا سؤال من العالم الشيعي المعاصري للبهاء ابن شتقم كلام الله القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وآله أفضل من النبي وآله أم لا هذا سؤال ابن شتقم كلام الله القرآن أفضل من النبي وآله أم لا فماذا يجيب البهاء ومن خلال جوابه تعرفون مدى معرفة البهاء بدين العترة الطاهرة هذا الذي ذهب يمينا وذهب شمالا فكان أخباريا وكان أصوليا وكان صوفيا وكان فيلسوفا وكان رياضيا وكان مهندسا وكان 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 هذا جواب البهاء نقل عن بعض أهل الخلاف أن كلام الله القرآن بل حرفا منه أفضل من النبي وآله ولم يذكر دليلا ولم نعرف الصواب فيه بدأ البهاء بكلام المخالفين ما علاقة كلام المخالفين بسؤال من عالم شيعي عن مسألة عقائدية عن مسألة عقائدية شيعية لكن ثقافة المخالفين هي التي تهيمن على رؤوسي وعقولي علماء الشيعة منذ زمان الطوسي هؤلاء بتريون البهاء ما عاش في النجف جاء إلى زيارة النجف البهاء لبناني من جبل عامل وانتقل إلى إيران من علماء العصر الصفوي سافر كثيرا في البلدان وسافر إلى العراق وقضى ردحا من الزمن في النجف لكنه لم يكن قد أقام طويلا في النجف تحدث عن المخالفين وبعض مشايخنا العجم لماذا يستعمل هذا الوصف كان هناك من المشاكل في الزمان الصفوي ما بين العلماء العرب والعلماء العجم في إيران ومثل هذا يشير إلى تلك القضية كما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل أي أنه اعتبر النبي أفضل من القرآن لكنه لم يسري هذا الحكم على العترة الطاهرة الهراء الهراء البتري بتريون هؤلاء البهائي بتري أيضا بتريون هؤلاء هذا هو المنطق البتري وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل ورجح ورجح أفضلية النبي خاصة مستدلا بحديث لولاك لما خلقت الأفلاك البهائي يشكل على هذا الحديث ويشكل يشكل على هذا الحديث بعدم تسمية القرآن فلك الحديث يتحدث عن الأفلاك ويشكل هذا وجه الإشكال من قبل البهائي ويشكل بعدم تسمية القرآن فلك القرآن لا يقال له فلك والحديث يقول هكذا لو لاك لأنك أنت الأفضل لما خلقت الأفلاك فأنت أفضل من الأفلاك القرآن ليس داخلا في الأفلاك وهل الحديث متواتر هذه هي الخزعبلات البتري وهل الحديث متواتر هذا هو منطق النواصب ولا أريد أن أتحدث عن أخبار الأحادي وعن الأخبار المتواترة والتي يرفضها القرآن لأن القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات جعل العلم في خبر الفاسق بعد أن نتبينه والآية واضحة وتحدثت عنها في الحلقات الماضية ولا أريد أن أفتح الموضوع لضيق الوقت فلا يوجد ما يقال له أحد ولا يوجد ما يقال له متواتر هذا هراء نواصب سقيفة بني ساعد وهل الحديث متواتر وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين حديث صفين ما قاله أمير المؤمنين في صفين حينما رفعوا المصاحف حينما رفع معاوية وعمر بن العاص ومن معهم إنهم أعداء علي في صفين لعنة الله عليهم الذين رفعوا المصاحف وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين هذا كتاب الله الصامت وأنا أمير المؤمنين يقول وأنا كتاب الله الناطق وما وجه الدلالة إذ ليس كل ناطق أفضل من القرآن وإلا لكان كل إنسان كذلك إلا أن يقال الناطق من حيث كونه ناطقا أفضل من الصامت من حيث كونه صامتا فأمير المؤمنين عليه السلام مساوي للقرآن من حيث هو أيضا كتاب الله كتاب تكويني وأفضل من من حيث اختصاصه عنه بالنطق وليس كذلك من ليس كتاب الله من الناطق ويثبت حينئذ أفضلية النبي أيضا لأنه أفضل من علي عليهم الصلاة والسلام ويبقى السؤال عن باقي الأئمة عليهم السلام لكن ما تقولون في هذا الخبر هل هو متواتر يقوم بحجية ذلك أم واحد صحيح أم ضعيف بحسب موازين البتريين هذا الخبر ضعيف وكيف كان يشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترة أهل بيتي الحديث فإنه متواتر المعنى والله أعلم وليس متأكدا من ذلك وظاهره أفضلية القرآن وأيضا النبي وأهل بيته مقتدون بالقرآن ومذهب أهل الحق وجوب أفضلية الإمام المتبوع على المأموم التابع إذن القرآن أفضل منهم فبأي الدليلين يعمل وعلى أيهما يعول مبينا من سبق إلى القول به من الأصحاب والمخالفين هذا هو كلام الشيخ البهائي الذي أجاب به على سؤال ابن شدق للكلام صلة لكن أهم ما جاء به هو هذا الذي قرأته عليكم فالقرآن أفضل من النبي والعترة الطاهرة بحكم حديث الثقلين وهذا حديث مزوهر حديث مزوهر تلاحظون أن البهائي ذحب وراء الفكر البتري هذا حديث ضعيف وذلك صحيح وهذا من خبر الآحاد وهذا من الخبر المتواتر ثم فهم النصوص وفقا للظهور العرفي وهذا هو دين البتريين وهذا هو منهج البتريين ولذا وصل إلى نتيجة الضلال هذا أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا المنطق وبينما حدثتكم عنه في برنامج الخاتمة من الحلقة 455 إلى الحلقة 460 من حلقات برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمار حيث بينت أن حديث الثقلين تعرض للتحريف اللفظي والمعنوي عند علماء السقيفة بني ساعدة وعند علماء السقيفة بني طوسي وكشفت عن الحقيقة الكاملة وبينت من أنه لا وجه للمقايسة بين القرآن وبين محمد وأهل محمد القرآن شأن من شؤونهم وهذا الحديث حديث محرف وصدقوني كل عقائد البهاء التي ذكرت في كتبه بهذا المستوى هذا والبهاء هو العالم الموسوعي الجامع يعودون إلى قذارات النواصب إلى ما يسمى بعلم الحديث وعلم الدراية ويتركون القرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي القرآن الذي هو قاعدة المعلومات للبهاء للبهاء تفسير وأي تفسير لو أنه ما كتب ذلك التفسير لكان خيرا له تفسير بتري بامتياز في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا القرآن ليس قادرا على أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية لو كان قادرا أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية لما تحدث القرآن عن نفسه فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لو كان القرآن بذاتيته يكشف عن الهدى لما استطاع هؤلاء أن يفعلوا ما يفعلوا بأضاليله الذي يظهر نورية القرآن هم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فأي منطق هذا الذي يتحدث به البهاء ماذا نقرأ في سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة الله نور السماوات والأرض وهذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في محمد وآل محمد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتون لاحظوا الفارقة بين محمد وآل محمد في هذه الآية وبين المصحف وبين الكتاب الصامت منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في هذا الكتاب ما هو محكم وما هو متشابه المحكم ساطع المتشابه ما هو بساطع ولذا يستطيع الضالون وأصحاب الزيغ أن ينتفع من عدم ساطعية ما تشابه من آيات الكتاب الكريم لكن هل هناك من أحد يستطيع أن يضلل محمداً وآل محمد أو أن يستغل محمداً وآل محمد لتضليل الآخرين نور على نور هؤلاء هم وبهذا النور هم هم الذين يكشفون عن نورية القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هل هناك من وجه للمقارنة بين كتاب فيه المحكم والمتشابه وبإمكان أهل الضلال أن يوظفوه لضلالهم بينما محمد وآل محمد هم مركز النور ومنبع النور وهم الذين يجعلون نور القرآن ساطعاً الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم محمد وآل محمد يكاد زيتهم يضيء من دون نار يكاد فعل المقاربة وهذا تعبير كنائي يشير إلى الحقيقة التي تحدثت عنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران من أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أية مقايسة هذه التي قام بها الشيخ البهاء مقايسة فاشلة وعاطلة وبيان سخيف وعربية ضعيفة مع أن البهاء من الشعراء والأدباء لكن الأديبة أيضا أيضا حينما يكون متواصلا دائما مع كتب تفتقد إلى البلاغة والأدب إنها كتب مراجع الشيعة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا يصبح أسلوبه هكذا يصبح أسلوبا ركيكا هذا هو المنهج البتري مثال واضح ضربته لكم إنه عالم جامع موسوعي إنه البهائي هذا منطقه وهذه عقيدته السخيفة أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها كي تقارنوا بين منطق دين العترة الطاهرة الذي يبث من خلال هذه الشاشة وبين المنطق البتري في الحوزة الطوسية البترية عبر مراجعها العظام من الأموات والأحياء وهذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية البترية يضحكون عليكم العرفانيون حينما يقولون لكم إذا ذهبتم إلى زيارة الرضا فزوروا البهائي أولا البهائي لا يساوي فلسا ممسوحا لماذا تزورون البهائي قبل زيارة الإمام الرضا لأنه باب الرضا إذا أردتم زيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه فإن الرضا شمس الشموس لا تحتاج زيارته إلى زيارة البهائي قبل أن يزار الرضا تريدون أن تقرأ الفاتحة للبهائي تريدون أن تدعو للبهائي فهو شيعي هذا أمر جيد لكن لا أن تكون زيارة البهائي جزءا من طقوس زيارة إمامنا الرضا الإمام المعصوم إمام الوجود من هو هذا البهائي ومن أبوه ومن جده الحارث الأمداني من هو مع أولا شيعة شيعة عاديون لا قيمة لهم حينما يكون الحديث عن محمد وآل محمد حينما يكون الحديث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل مرجع بتري معاصر إنه إسحاق الفياض الذي عينه السيستان من أنه الأعلم من بعده يرجع مقلديه إليه في المسائل التي لا يفتي فيها في المسائل التي يتوقف فيها السؤال هنا إذا كان المرجع الأعلم متوقفا فهو جاهل إذن إسحاق الفياض إذا كان يفتي سيكون هو الأعلم إذن لماذا لا يقدم إسحاق الفياض على أسستانه مهزلة هذه مهزلة المرجعية والرجوع إلى الأعلم فالأعلم هذا كله هراء هراء إبليسي شيطاني قذر هذا هو الدين البتري يضحكون عليكم وسيرقعون لكم ما يرقعون مسخرة أنتم ومراجعكم مسخرة للشيطان أنتم مسخرة لمراجعكم ومراجعكم مسخرة للنواصب وللشياطين إسحاق الفياض يعتقد من أن معرفة الإمام المعصوم أمر فرعي من فروع الدين هذا المرجع البتري الغبي الأثول ألم يكن قد سمع بهذا الحديث من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الشيعة جميعا يعرفون هذا الحديث هذا المرجع الأعلم بحسب أسيستاني السيستاني حينما انتخبه بأنه هو الأعلم إما أن السيستاني هو أثول والأثول هو الذي ينتخب الأثول وإما أن السيستاني شيطان خبيث انتخب هذا الأثول وجعله الأعلم من بعده كي يدوس عليه ولده محمد رضا بعد موت السيستاني كي يدوس عليه باعتباره أنه مرجع دك يدوس عليه بقندرته بحذائه ويصعد على رأسه سيستاني فإما أن السيستاني أثول وانتخب هذا الأثول وإما أن السيستاني شيطان وانتخب هذا الأثول للتمهيد لمرجعية ولده محمد رضا رجاء أعرضوا لنا حراء هذا المرجعي الأثول وهو يخبرنا بتلك اللغة الساحرة وذلك البيان العجيب عن أن معرفة الإمام هي من فروع الدين فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيذن فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع فإنهم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا فلا يجب فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه السحيحة تدل على ذلك أصل الدين ولا يوجد أصل آخر هذا هو منطق دين العترة أما منطق هؤلاء البتريين الثولان هذا هو الذي استمعتم إليه وإلى الوثيقة الثانية ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة خواية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروعة من الفروعة فإذا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها وأما معرفة إمامة وصائل الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط فإن فإن جعل الأحكام في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائل الأحكام الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائل الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل وفعلية تهام الشروطة بشرط فهو الإسلام هذا هو الهراء البتري وهذا هو الخراء الطوسي بتمام محن الكلمة هذا المرجع الأعلم بحسب السيستان الأثول بحسب بحسب دين العترة الطاهرة هذا المرجع الأعلم السيستانيا الأثول قمريا بحسب منهج قناة القمر إذن الأعلم السيستانيا السيستانيا هو الذي عينه من أنه الأعلم من بعده الأثول قمريا بحسب المنهج القمر بحسب المنهج الزهرائي هذا المرجع الأثول أما قرأ الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وهي تقول يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الرسالة تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى المعادي وعلى القرآن فإن المعادة من فروع القرآن وعلى سائر المعارف الدينية كلها تقع في هذه الرسالة كل هذا جعل في كفة وجعلت بيعة الغدير في كفة أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وماذا بعد والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير وليس بالإمامة لأن بيعة الغدير من شؤون الإمامة ولأن الإمامة من شؤون علي فكيف تكون معرفة علي فرعا من الفروع الدينية يا أيها المرجع الأعلم سيستانيا الأثول زهرائيا يا أيها المرجع الغبي الأثول يا إسحاق الفياط كيف صارت معرفة علي أمرا فرعيا من فروع الدين وهذا القرآن الله هو الذي يقول من أن الرسالة بكل تفاصيلها بتوحيدها بنبوتها بقرآنها بمعادها بكل ما فيها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير وبيعة الغدير من شؤون الإمامة والإمامة من شؤون علي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافري فالذي يكفر ببيعة الغدير كافر كافر بكل شيء فكيف صارت معرفة الإمام فرعية هذا هو المنطق البتري هؤلاء يفكرون بحسب المذاق البتري وهؤلاء هم الذين إن ظهر الإمام سيحاربونه والشيعة ستتبعهم وإن لم يظهر الإمام في هذا الزمان فإنهم سيورثون هذا الغباء وهذا الثول وهذه البترية للأجيال القادمة أصحاب العمائم الصغيرة هم الذين سيكونون في العقود القادمة جالسين في محال هؤلاء الثولان أتحدث عن مراجع النجف وكربلا نذهب إلى فاصل إلى مثال ثالث إلى مرجع بتري أثول من مراجعنا المعاصرين وهو يدعي الأعلمية فيما بين تلامذته إنه بشير النجفي أتمنى أن تدقق في كلماته يتحدث عن المفيد عن الشيخ المفيد يقوم بمقارنة فيما بين المفيد وسلمان إنه سلمان المحمدي كي يجعل من المفيد في منزلة قريبة من منزلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه منطق بتري قذر إلى أبعد الحدود وهو مقتنع بما يقول لغة الجسد طريقة الحديث تخبرنا عن هذه البترية المقرفة ماذا يعرف عن إمام زمانه يردد كلمات من أنه قطب رحى هذا العالم لكنه لا يفهم معنى يجعل من المفيد شخصا في المنزلة المعنوية قريبا من إمام زماننا هذا هو الفهم البتري المقرف القذر نشاهد ونستمع الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ذاك التوقيع سأحدت أحد التوقيعين صادرين من ولي الله العالم في قلمه الشريف يحضر 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 أخ 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 يحضر يحضر إمام يرفعه في دلالة أخياني مزلي يحضر 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 شيخ المفيد يحضر 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 إصلاح نفسي ويحضر من اقتراب من روح ولي الله إمام يبادر لا يقول لشيخ المفيد أكتبني أخ يجي لفلان شيخنا أكتبني أكتبني أنت عاري وكيلك ما يقول شيخ المفيد ما سوهي شي مبادرة من الإمام إمام قطب الرحة العالم قطب الإسلام هو يبادر بدون سوال من شيخنا المفيد ما سوهي هذا هذا غسل روحي غسل 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 هذا صار نفس نفسهم وكلماتهم مثل الزلال الزلاء السافين أمام أمام يقول يا أخ يا أخ هذا ما هو السلام حتس سلمان المحمد قالوا منا أهل البيت قال النبي قال أعطي أخي سلمان قاعد بسفقه يا إخوتي وأوغادي فكر في نفسك كمين ما هذا الهراء يا أيها المرجع البتري الأثول ما هذا الهراء هذا المرجع الأثول هكذا فهم ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة من الناحية المقدسة وجاء في أولها إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان جاء في مقدمة الرسالة للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان إلى آخر ما جاء في الرسالة يا بشير يا بشير يا بشير إنك لا تفقه شيئا من حديث الأئمة وحق الزهراء البتولي لا تفقوا شيئا من حديث الأئمة من أين جئت بهذا الفهم وبهذا الغباء هؤلاء لا يجوز الرجوع إليهم في أحكام الدين لأنهم لا يفقهون كلام الأئمة ماذا قال الإمام قال للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد الإمام استعمل وصف الشيخ المفيد نفس هذا الوصف الذي أطلقه عليه المعتزلة الرجل كان معتزلية تتلمذ عند المعتزلة والرماني عالم المعتزلة في بغداد هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد في صغره في أيام شبابه في الأيام الأولى من شبابه فهذا لقب الأجدر بالمفيد أن يرفضه على الأقل فيما بينه وبين نفسه هذا لقب منح للمفيد حينما كان يدرس عند المعتزلة وإمام المعتزلة وإمام المعتزلة في بغداد الرماني هو الذي لقبه بهذا اللقب لا كما يقول بعض الأغبياء والثولان من علماء الشيعة من أن الإمام الحجة لقبه بهذا اللقب لم يلقبه الإمام المفيد كان معروفا بهذا اللقب منذ أيام شبابه الأولى وهذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة وتوفي المفيد سنة 413 للهجرة فهذا لقب كان معروفا عن المفيد وللمفيد لقبه الرماني المعتزلي البغدادي لقبه بهذا اللقب فمثلما ذكر إمام زماننا اللقب المعتزلي للمفيد ذكر الألقاب الأخرى حينما قال له للأخ السديد هذا لا يعني أن المفيد صار أخا لإمام زماننا أو أنه صار مماثلا لإمام زماننا مثل ما يقول هذا الأثوال المفيد الذي كتبه مشحونة بالضلال هكذا يقول بشير نجفي من أن كلمات المفيد صارت زلالا صافيا كما يبدو من كلامه هذا الكتاب تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة ألفه المفيد أيام مرجعيته يريد من الشيعة أن يعتقد بهذه العقائد فماذا قال في عقائده الضالة هنا ولقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل يمكنكم أن تعود إلى برنامج ما بين واقعين من الحلقة واحد وعشرين إلى الحلقة ثلاثة وعشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين من حلقات برنامج ما بين واقعين تحدثت في هذه الحلقات عن المفيد عن فترة ضلاله وعن فترة هدايته بعد ذلك هذا الكتاب ألفه أيام مرجعيته في فترة ضلاله الطبعة هذه طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد المئة حيث الكلام عن عصمة محمد وآل محمد فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه يعني أن أمير المؤمنين لم يكن كاملا زمان رسول الله وإنما صار كاملا بعد وفاة رسول الله مع أن أمير المؤمنين في دين العترة الطاهرة كان شريكا لرسول الله بصريح الروايات والآيات ولا أريد أن أخوض في هذا المطلب لكنني أتحدث بحسب المنطق البتري وإلا فإن القرآن في سورة طاه موسى يصرح وأشركه في أمري موسى يطلب من الله أن يجعل هارون شريكا له في أمر نبوته وأشركه في أمري ونبينا كلامه واضح في كتب السنة والشيعة من أن علي لرسول الله كهارون لموسى كان شريكا لرسول الله في أمره ولكن بحسب المنطق البتري القذر لمراجع الشيعة مع أن المفيدة كانت مرجعيته قبل تأسيس المذهب الطوسي القذر لأن المفيدة توفي سنة أربعمية واثلاثة عشر المذهب الطوسي القذر تأسس سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما انتقل الطوسي البتري اللعين من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف وأسس مذهبها البتري القذر ولكن القذارة كانت سابقة لزمان المذهب الطوسي النجس إلا أن مشكلتنا في الوقت الحاضر هي التي نشأت في حوزة النجف منذ تأسيسها ومنذ بداية ضلالها وغيها إلى أن يقول المفيد والوجه الرأي الوجيه هذه عقيدة المفيد والوجه أن نقطع على كمالهم كمال محمد وآل محمد في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا لا ندري ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم متى أكمل عقولهم مر علينا قبل قليل حينما صار النبي نبي وحينما صار الإمام هنا قد كملت عقولهم هذه عقيدة المفيد هو هذا الزلال الصافي يا بشير أم هذا الخراء الصافي على أصوله ومن أمه هذا هو الخراء الصافي على أصوله ومن أمه وهو هذا المفيد نفسه في الكتاب نفسه يشكل على الصدوق الذي يقول من أن المعصومين قتلوا جميعا فماذا يقول فأما ما ذكره أبو جعفر أبو جعفر هو الصدوق فأما ما ذكره أبو جعفر من مضي نبينا والأئمة بالسم والقتل فمنهما ثبت ومنهما لم يثبت والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسنة والحسينة خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه ومن من مضى بعدهم مسموما موسى ابن جعفر ويقوى في النفس هو ليس متأكدا ويقوى في النفس أمر الرضا وماذا نصنع بالأحاديث الكثيرة التي حدثتنا عن الحقيقة التي يتحدث عنها الصدوق من أنهم يقتلون جميعا ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف إنها دعايات الإرجاف دعايات كاذبة الأئمة هم الذين أخبرونا بذلك يبدو أن الأئمة كانوا يشتغلون في حق للدعايات الكاذبة فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل لماذا ليس إلى تيقنه سبيل وأحاديث دين العترة موجودة عندنا إذن أين تسديد أئمتنا إذن أين التفهيم إذن أين المؤمن الذي يقيض للشيعة هذا يعني أن المفيد لم يكن مقيضا للشيعة كان الرجل على ضلاله الاعتزالي هذا الكتاب ألف أيام مرجعيته وكان يقدم للشيعة كي يعتقدوا بهذا الكتاب صحيح أن المفيد في آخر سنوات عمره رجع إلى أحضان دين العترة الطاهرة فهذا المديح من قبل إمام زماننا هذا المديح لأجل أن يستر عيوب المفيد هذا ما هو بمديح حقيقي بالمعنى الكامل هذا مديح لستر عيوبه لأنه رجع إلى الهدى الإمام يريد من خلال رجوع المفيد إلى الهدى أن تعود الشيعة معه إلى الهدى لأن المفيد ما صرح للناس من أنه كان ضالا واهتدى بعد ذلك وإنما بقيت كتبه الضالة موجودة إلى اليوم وهو بشير النجف يمتدح كتبه وهي كتب ضلال بل هي كتب كفر في بعض جهاتها هذا هو واقع المفيد في آخر أيامه رجع إلى الهدى يقارنه بسلمان المحمد ويفضل المفيد على سلمان المحمد ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص سلمان هذا رجال الكشي وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلاد طهران إيران في الصفحة الرابعة بعد العاشرة إنه الحديث الثالث والثلاثون في آخر الحديث الحديث طويل فقال أمير المؤمنين يخاطب أبا ذر يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا وإن سلمان منا أهل البيت حديث أمير المؤمنين هذا عن سلمان إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا هل يمكن أن أقايس فيما بين سلمان وبين المفيد المعتزلي الذي لقبه المعتزلة النواصب بأنه المفيد وفقا لمنهجهم المفيد الذي كتبه مشحونة بالضلال والانتقاص من العترة الطاهرة هذه الفرية على إمامنا السجاد من أنه كان يتغوط على نفسه هذه جاءتنا من كتب المفيد من كتابه الإرشاد هذا هو كتاب الإرشاد للمفيد والمفيد نقل هذه الفرية الوسخة عن قتلة الحسين عن حميد بن مسلم عن أحد قتلة الحسين وأثبتها في كتابه المؤرخ الناصبي الطبري لم يثبت هذه المعلومة في كتابه والمفيد أثبتها وبعد ذلك جاء الوائلي وأضاف الأكاذيب في مجالسه وعرضت هذا عليكم في الحلقة الماضية فقال من أنهم كانوا ينظفونه ينظفون غائطه بالماء ونسب هذا إلى إمامنا الباقر هذا هو الذي يجري في الأجواء البترية القذرة وهؤلاء المراجع البتريون القذرون وهذه الكتب البترية والقذرة وهؤلاء الخطباء البتريون القذرون إلى متى تبقون يا أيها الشيعة بتريين قذرين إلى متى حتى هذا الوصف لسلمان هذا وصف محدود سلمان ما هو باب الله على وجه الحقيقة باب الله على وجه الحقيقة محمد وآل محمد هذا المديح لسلمان بحسبه مثل ما جاء المديح للمفيد بحسبه الإمام هنا يريد أن يبين فضل سلمان لأبي ذار يريد أن يبين فضل سلمان لي ولكم فحينما قال من أن سلمان باب الله هذا المعنى نسبي بالنسبة لسلمان وإلا فإننا نقرأ في الأحاديث أيضا من المصدر نفسه في الصفحة الحادية بعد العاشرة إنه الحديث الثالث والعشرون بسنده بسند الكش عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر على المقداد بن الأسود يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر الأمر نسبي فحينما يقول أمير المؤمنين من أن سلمان باب الله في الأرض إذا أردنا أن نقايسه مع عامة الشيعة فسلمان له منزلة عظيمة لكن الأمر نسبي يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر الحديث الرابع والعشرون عن إمام الباقر الحديث طويل الإمام يتحدث عن الردة عن ردة الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف ارتد المسلمون من المهاجرين والأنصار وهذا موجود في البخاري وفي مسلم من أن الصحابة رجعوا القحقرة رجعوا القحقرة على أدبارهم ارتدوا الإمام الإمام يتحدث عن عمار قال قد كان جاض جيضة ثم رجع قد كان جاض جيضة ثم رجع فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا فلببه سلمان لبب قيد بالحبال ووجئت عنقه ضربوه فمر به أمير المؤمنين فقال له يا أبا عبد الله هذا من ذاك هذا الضرب وهذا الذي يجري عليك من ذاك العارض الذي عرض بقلبك فبايع فبايع كما أنا بايعت هذا هو مراد الأمير فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض الأمر نسبي سلمان الذي هو سلمان المديح بالنسبة إليه لا يكون مفتوحا إلى المال نهايات فما حال المفيد ما قيمة المفيد بالنسبة إلى سلمان ما قيمته هذا المديح مديح نسبي صفات الشيعة للصدوق الحديث السابع والعشرون أتمنى أن تنتبه بدقة إلى هذه المطالب هكذا يفهم الكلام هذه المعاريض التي لا يعرفها هؤلاء البتريون الثولان الذين تقلدونه هذه المعاريض معاريض كلامهم إمامنا الصادق قال له أبو جعفر الدوانيقي المنصور لعنة الله عليه المنصور العباسي قال له أبو جعفر الدوانيقي بالحيرة أيام أبو العباس إنه أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول هو أخ المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه يقول للإمام الصادق يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه المراد من المذهب هنا المعنى اللغوي لأن المذاهب الإصطلاحية نشأت بعد عصر المنصور الدوانيقي نشأ هذا المصطلح المراد هنا المذهب اللغوي يعني الاتجاه الطريق يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه لأنهم حمقا ولذا في بعض الأحاديث أئمتنا يقولون إنما شيعتنا الحمقا لأنهم حمقا لأنهم ثولان وهذا هو واقع الشيعة الآن ابتداء من مراجعهم وانتهاء بعوامهم الإمام ماذا يصنع لا بد أن يسر عيوب الشيعة قال ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم إنهم لا يكتمون سرا في قلوبهم لماذا الإمام يرقع له ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم من حلاوته يبدونه تبديا هذا مديح لشيعة لستر عيوبهم فهناك الكثير من المديح لشيعة هو لستر عيوبهم وإلا فإن الحقيقة هي هذه كما يقول إمامنا السجاد إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخامسة بعد المائتين باب الكتمان الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمام من السجاد الإمام يقول وددت والله الإمام يقسم لتأكيد هذا المعنى وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعده لماذا أشار الإمام إلى لحم ساعده هذه المنطقة حساسة جدا تتجمع فيها الشعيرات العصبية بنحو مركز فقطعها يؤلم ألما كبيرا ويكون الألم أشد من بقية مواطن الجسد هناك مواطن في الجسد تكون الشعيرات الشعيرات العصبية مركزة فيها من جملة هذه المواطن هذا المكان الإمام يقول وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي أية خصلتين النزق وقلة الكتمان هذا هو واقع الشيعة فالذي يتحدث عنه الدوانيقي يتحدث عن أمر حقيقي عن عيب موجود في الشيعة يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه هذا واقع الإمام السجاد يقول وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي النزق وقلة الكتمان في المصدر نفسه في باب الإذاعة صفحة 377 الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد صفحة 378 الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ هذا هو واقع الشيعة من الحمق إلى الحد الذي الأئمة صلوات الله عليهم يعدونهم قتلة لهم إنهم يقتلون الأئمة قتلا عمديا بحماقتهم بسفاهتهم وهذا هو الذي تفعله الشيعة بنفسها باتباع هؤلاء البتريين السفهاء فكلام الدوانيقي صحيح يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه في التعبير الشعب العراقي يقولون زوّعها كله زوّعها يعني تقيأ بها زوّع السال فكله ماذا قال الإمام الصادق قطعا الإمام الصادق كلامه الأصل هو ما قاله الإمام السجاد هو أيضا يود أن يفتدي هاتين الخصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعده مثل ما قال جده السجاد هكذا قال الإمام ذلك لحلاوة الإيمان في صدوره من حلاوته يبدونه تبدية إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه حين أرسل رسالة إلى والد الصدوق إلى علي بن بابويه القم فماذا كتب له في مقدمة الرسالة أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيه أبا الحسني علي بن الحسين القم وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته هذا دعاء أيضا لوالد الصدوق مثل ما دعا صاحب الزمان لوالد الصدوق وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله وصلنا إلى رسالة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه التي أرسلها إلى والدي الصدوق والذي كان في مدينة قم إنه علي ابن الحسين ابن بابويه القم أما بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيه أبا الحسن علي ابن الحسين القم الإمام الإمام يخاطبه يا شيخي ومعتمدي وفقيه فهل هذه الألفاظ تنطبق انطباقا حقيقيا على أرض الواقع من هو فقيه من هل ابن بابويه يكون فقيها لإمامنا الحسن العسكري أم أن إمامنا الحسن العسكري هو فقيه العالم فقيه ابن بابويه وفقيه غيره هذا تعبير تعبير إنها أساليب مخاطبة تجتمل على شيء من المديح ومن الدلالة النسبية لا يوجد شيء يكون أكثر من ذلك المنطق هو المنطق فمثلما يخاطب إمامنا الحسن العسكري ابن بابويه القم يا شيخ ومعتمدي وفقيه إذن ماذا سيقول بشير النجفي عن هذا التعبير ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد فمثلما استعمل هذا التعبير إمام زماننا الشيخ المفيد وهو وصف من المعتزلة النواصب للمفيد المعتزلي الذي كان يدرس عندهم معتزلي فكريا شيعي نسبا واجتماعيا فمثلما استعمل الإمام الحجة هذا اللقب المعتزلي جاء بهذه التعابير لمدحه لتوثيقه عند الشيعة لأن الشيعة كانوا معتزلة وهو المفيد في آخر عمره يعود إلى دين العترة الطاهرة قطعا سيكون ممدوحا بدرجة عالية بالقياس إلى باقي الشيعة المعتزلة هذا التعبير في رسالة إمامنا الحسن العسكري لوالد الصدق أقوى بكثير من التعبير الذي ورد في رسالة إمام زماننا للمفيد يا شيخي ومعتمدي وفقيه أقوى أقوى من التعبير للأخ السديد والولي الرشيد هذه المعاني لا تأخذ على إطلاقها الحقيقي الكامل التام هذه التعابير صيغ أدبية يراد منها المديح النسبي في جهة من الجهات وهو نوع من المطايبة في الكلام ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري أتمنى أن تنصت إلى هذه الرواية رواية مهمة جدا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 296 رقم الحديث 173 عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا ومن تواضع في الدنيا لأخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب حقا ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان أخوان له أخوان 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 من الأخوة في الإيمان ورد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان أب وابن فقام إليهما وأكرمهما الإمام الحسن العسكري يقول هذان الإثنان أخوان لأمير المؤمنين من عامة المؤمنين هذا التعبير مجازي لكن هؤلاء لا يفقهون حديث العطرات هؤلاء لم يقرأوا هذه الأحاديث تفسير إمامنا الحسن العسكري تفسير ضعيف منكر عندهم وعند أستاذهم الخوء ينكره بالكامل السستاني كذلك وهكذا سائر مراجع النجف وكربلاء فقام إليهما أمير المؤمنين لهذين الأخوين أب وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما لأنهما لأنهما جاء إلى بيته ولا يكرم المرء في بيته وجلس بين أيديهما ثم أمر بطعام منهما فأحضر فأكل منه ثم جاء قنبر بطست يقال طست أو طشت ثم جاء قنبر بطست وإبريق من خشب ومن ديل لليبس لليبس لتشفيف الماء بعد أن بعد أن بعد أن يغسل أيديهما ومن ديل لليبس وجاء ليصب على يد الرجل ماء من قنبر فوثب أمير المؤمنين فأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب وقال يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب الماء على يدي قال أقعد واخسل يديك أقعد قم من هذا التمرغ في التراب أقعد واخسل يديك فإن الله عز وجل يراك وأخاك يعني أمير المؤمنين الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك ويزيد بذلك في خدمه في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها فقعد الرجل فقال له علي أمير المؤمنين يقول لهذا الرجل أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته وبجلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن ندبني لما شرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا ففعل الرجل ذلك فلما فرغ ناول الإبريقة محمد بن الحنفية وقال يا ابني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت الماء على يده ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان لكن قد صب الأب على الأب يقصد هو مع ضيفه فليصب الابن على الابن فصب محمد ابن الحنفية على الابن قال إمامنا الحسن العسكري فمن اتبع عليا على ذلك فهو الشيعي حقا فهل كان هذان الرجلان أخوين لعلي بالمعنى الحقيقي يا بشير يا أيها المرجع الذي تدعي أنك الأعلم في وسط أصحابك وتلاميذك أين علمك هذا أين فقهك هذا ما هذا الهراء الذي تتكلم به أنت لا تعرف حكاية المفيد ولا تعرف شأن المفيد ولست مطلعا على كتبه لو كنت مطلعا على كتبه لعرفت ضلاله وقد جئتك بمثال أنصحك أن تعود إلى الحلقات 21 22 23 من برنامج ما بين واقعين وإن كنت على علم بأنك قد تابعت هذا البرنامج وإنك قد تابعت هذه الحلقات معلومات عندي عنك مفصلة إمامنا الصادق يقول وأنا أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إمامنا الصادق يقول ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج هكذا يفهم كلام أئمتنا مثل ما شرحته وبينته وهذا يحتاج إلى موسوعيتين في معارف الكتاب والعترة من أين تأتي بهذه الموسوعية يا بشير من أين تأتي بهذه الموسوعية أنا علقت على كلامك لأنني أريد أن أثبت لتلاميذك بأنك كذاب أنت تقول لتلاميذك وأنت وإياهم تتابعون هذه الحلقات تقول لهم حينما تستمع إلى أجوبة على هذه الأسئلة الشائكة المعقدة تقول بعد أن تنتهي الحلقة جزى الله الغزي خيرا لقد كفاني مؤونة الإجابة على هذه الأسئلة من الذي وجه إليك هذه الأسئلة هذه الأسئلة ما وجهت إليك متى وجهت إليك ولو وجهت إليك فأنت أعجز وأفشل وأجهل وأقل من أن تستطيع أن تجيب عليها بأجوبة صحيحة كذاب أنت تكذب على هؤلاء الذين يجالسونك وهم يعرفون كذبك هم يضحكون عليك هم يضحكون عليك بعد أن يخرجوا من عندك هم يأخذون منك أموالا يضحكون عليك هم يعرفون جهلك وجهلك هذا واضح مكشوف في حديثك هذا وغيره لن تكون فقيها كيف تكون فقيها وأنت لا تعرف معارض كلامه هذا الأمر ليس خاصا بك أنني أتحدث عن النجف وكربلاء عن الحوزة الطوسية بكاملها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها لأنكم لستم على دين العترة أنتم على المذهب الطوسي النجس القذر رجاء أعيدوا لنا هذه التحفة من حديث بشير النجفي الشيخ المفيد رضو الله تعالى عليه ذاك التوقيع إذا أهدت أحد التوقيعين صادرين من ولي الله العظم في قلمه الشريف لهذا الشيخ يقول له أخ عب أخ زمي إمام يرفعه في دلالة أخ يعني مثلي شفتم أولادي سوى شيخ المفيد سوى تمكن من إصلاح نفسي وتمكن من اقتراب من روح ولي الله ولي الله امام يبادر لا يقول الشيخ مولايا اقترني أخ انه يجني فلان شيخ نحن اقترني اقترني عن وكيلك مولايا هاكو شيخ المفيد ما سوى هاكو ما سوى مولايا من الإمام امام قطب الرحة العالم قطب الاسلام هو يبادر بدون سؤال من الشيخ المفيد ماذا سوى هذا هذا غسل روحي غسل 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 هذا صار نفسهم وكلماتهم مثل ظلال دلاء السافين امام يقول له يا اخ يا اخ هذا ما حصل حدث سلمان المحمدين قالوا مننا اهل البيت قالوا انت اخوية سلمان قاعد بسفره سلمان قاعد بسفره اخوتي واوقادي فكر في نفسك كم الله لا اعتقد انني بحاجة الى تعليق يكون اكثر من الذي تحدثت به وتحدثت عنه في السياق نفسه لازمنا في اجواء الحديث عن البتريين وعرضت لكم نماذج واضحة من البتريين الشيخ البهائي فكره فكر بتري واضح اسحاق الفياض وهذا بشير النجف الرسالة من النجف من النجف ايضا فاصل الحديث عن البتريين رسالة من النجف ايضا من الحوزة من السيد ابو كرار النجف يقول ظهرت في السنوات الاخيرة ثقافة قرآنية في العراق ليس لها نظير خصوصا من بعد سقوط طاغية البعث الاجرامي وقد اسست جامعات قرآنية بعلومه يعني بعلوم القرآن واشتهرت الدورات القرآنية بالتلاوة والاحكام والتفسير وصفات الحروف ومخارجها في الحسينيات والمساجد والبيوت فتلك الثقافة من الإيجابيات ومن خلالها تملأ الأرض بذكر الله وتلاوة كتابه فهل كانت مثل تلك الدروس في عهد المعصومين عليهم السلام وهل هناك نص ورد عنهم بتأكيد العمل والإتيان بتلك المجالس وهل هناك درس في صفات الحروف العربية أو هل هناك مصدر يذكر حديثاً أو نصاً عن المعصومين وهم يحثون شيعتهم بالإتيان بتلك المحافل هذا هو نص الرسالة أقول للسيد أبي كرار النجفي تلاوة القرآن شيء حسن تلاوته بالنحو الصحيح شيء أحسن وحينما تكون التلاوة صحيحة من الجهة العربية ومن النطق السليم مع صوت حسن فهذا هو الأحسن من الأحسن فتلاوة القرآن أمر حسن والأحسن من هذا التلاوة بقراءة عربية صحيحة صحيحة متقنة والأحسن من كل ذلك حينما نضيف إلى التلاوة وإلى القراءة الصحيحة المتقنة نضيف إليها صوتاً جميلاً كل هذا يريده رسول الله كل هذا يريده يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه على رسول الله وآل رسول الله لكن هذا ليس مطلوباً بنفسه المطلوب بنفسه أن نفهم القرآن بحدودنا أن نتدبر القرآن من الآخر من الآخر لابد أن يكون الإهتمام بالتلاوة الصحيحة وبالقراءة الجميلة الحسنة أن يكون هذا الإهتمام مقدمة مقدمة لأجل التدبر في معاني القرآن وهذا التدبر لا يكون سليماً ولا يكون سديداً إلا بتطبيق موافق بيعة الغدير أن نتعلم التفسير من علي وآل علي هذه الجامعات التي تتحدث عنها هذه المؤسسات هذه المراكز هذه المجالس تسير في هذا الاتجاه إذا كانت تسير في هذا الاتجاه فهي مرضية عند إمام زماننا أما إذا لم تكن سائرة في هذا الاتجاه هذه جزء من الأنشطة البترية ولا بد أن تعرف يا أبا كرار من أن جموعاً من قراء القرآن سيقاتلون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليك بعضاً من الأحاديث هذا الإرشاد للمفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الثالثة والأربعين بعد الخمسمائة عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيطة إنها خيام كبيرة ضرب فساطيطة لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف هناك عبث بترتيب الآيات وهذا واضح عودوا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وانظروا إلى موقعها أين قد وقعت الآية وعودوا إلى الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة وأين وقعت اليوم أكملت لكم دينكم وعودوا إلى آية التطهير وأين وقعت وعودوا 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 الكلام طويل إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيطة لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف سيخرجون لقتاله سيخرجون لقتاله لو أنهم تعلموا القرآن بحسب ما يريد أهل البيت فأهل البيت يقولون من أن القرآن محرف لو أنهم حفظوا القرآن وتعلموا القرآن بهذه النية من أنه محرف فهم يستعدون نفسياً للقرآن الذي سيخرجه إمام زماننا حينئذ سيكون حفظ القرآن عليهم سهلاً وسهلاً جداً لأنهم قد استعدوا نفسياً لهذا الموضوع ولو أنهم درسوا القرآن تفسيراً بحسب قراءة أهل البيت لصار الأمر عليهم أسهل وأسهل وأسهل لكنهم يتعلمون القرآن بحسب منهج النواصب ويحفظون القرآن بحسب طريقة النواصب ويتعلمون المقامات لقراءة القرآن أتحدث عن مقامات الأصوات والألحان بحسب النواصب القراءة في مصر يتعلمون المقامات من المغنية المعروفة أم كلثوم التي تلقب بكوكب الشرق يتعلمون المقامات من أغنياتها وبعد ذلك يقرؤون القرآن بحسب مقامات أغنيات أم كلثوم لأنهم يقولون لم يتقن المقامات أحد إتقاناً كاملاً كما أتقنت أم كلثوم المغنية المقامات في أغنياتها الطويلة المعروفة وهؤلاء يتعلمون المقامات من أولئك الذين يتعلمون المقامات من المغنية أم كلثوم لو أن المؤسسات هذه تنشأ بحسب ثقافة العترة الطاهرة القرآنية فإن المؤسسات هذه على خير لكنها لا تنشأ كذلك هذه مؤسسات بترية يا أبه كرار بترية إلى النقاع وهؤلاء هم الذين سيقاتلون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء طلائع القوة البترية هؤلاء طلائع أنصار المرجعية التي ستقف مع السفياني في حربه ضد إمام زماننا إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيطا لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف وماذا نقرأ أيضا منتخب الأنوار المضيئة للمحدث النيلي في صفحة الثالثة والتسعين بعد المئة والتي بعدها عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم شعارهم الرواية تذكر أرقاما فيقولون للإمام لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا وجدوا الخيرا عند القراء النواصب الذين يتعلمون المقامات على أغاني أم كلثوم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر هذه المؤسسات هي التي ستنتج هؤلاء أقرأ الرواية مرة أخرى عليك يا أبا كرار إذا ظهر القائم على نجف الكوفة إمامنا الباخر يقول على نجف الكوفة النجف حيث أنت الآن إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم لأنهم مهتمون بها في ليلهم ونهارهم هذه المسابقات ما هي غايتها غايتها ظاهرة صوتية وفقا لثقافة النواصب لا علاقة لها بمنهج العترة الطاهرة إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم ألا ترى أن المرجعية تطرب لهذه المؤسسات البترية ألا ترى أن الفضائيات تفتح أبوابها لهؤلاء البتريين من القراء ومن دكاترة القرآن الناصبي فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر فهذه الجامعات التي تتحدث عنها يا أبا كرار والمراكز والمؤسسات إنها مصانع تفريخ للبتريين من قراء القرآن الذين سيقتلهم إمام زماننا لأنهم يخرجون لحربه ما هي جامعات ناصبية مؤسسات ناصبية بالضبط مثل ما جاء الوصف في مراجعهم في رواية التقليد ما هو وصفهم المشبهون بأنهم لنا موالون إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا الذين هم ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون طبقوا هذا الكلام على الواقع الشيعي طبقوا هذا الكلام على مراجع النجف وكربلاء خصوصا على المرجعية السيستانية البترية القذرة هذا هو واقعها وواقع مؤسساتها هل صارت الصورة واضحة يا أبا كرار هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول لكنني لخصته لك بحسب ما يسمح به الوقت إذن هذه المؤسسات وهذه المراكز وهذه المدارس وهذه المجالس هي لإنتاج البتريين من قراء القرآن هناك رواية جاءت في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار تتحدث عن هؤلاء عن أصحاب المصاحف الرواية عن إمامنا الصادق ينقلها لنا المفضل بن عمر رواية طويلة إنني أقرأ من الصفحة السادسة بعد العاشرة أذهب إلى موطن الشاهد فهؤلاء أصحاب المصاحف هؤلاء أصحاب المصاحف بعد أن يعترض على إمام زماننا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها لأن الإمام سينصب الفساطيط عند مسجد الكوفة لتعليم الشيعة القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى ألا تلاحظون أن النصوص يكمل بعضها بعضا وأن لوحة متكاملة لا خلة فيها لا نقص فيها ترسموا من خلال هذه النصوص فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها فإذا كنت باحثا عن منهج قرآني لهذه المجالس فعليك أن تأخذ بمنهج العترة الطاهرة إنها الثقافة القرآنية التي يمكنك أن تتعلمها وأن تجدها على هذه الشاشة الثقافة القرآنية بحسب دين العترة الطاهرة لن تجد مكانا على الأقل بحسب ما هو المنظور لن تجد مكانا يقدمها إلا هذه الشاشة وبإمكانك أن تبحث في كل مكان في كل تلك الجامعات والمدارس والمراكز والفضائيات إلى آخر ما يمكن أن يقال نذهب إلى فاصل أعتقد أن اللوحة البترية أخذت تتكامل فهناك المرجعية البترية هناك الحوزة البترية هناك المذهب البتري هناك الثقافة البترية هناك الواقع الشيعي البتري هناك الجامعات والمدارس والمراكز القرآنية البترية كل شيء بتري في واقعنا الشيعي بفضل ذلك البتري اللعين إنه طوسي وفي السياق نفسه هذا سؤال من هولندا السائل يسأل عن ألوان الرايات التي تخرج قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام سواء الموالية للإمام وكذلك المخالفة للإمام صلوات الله عليه السائل يسأل عن ألوان الرايات قبل ظهور إمام زماننا قبل ظهور إمام زماننا هناك مقطعان زمانيان المقطع الزماني الذي يبدأ من رجب العلامات وهو شهر رجب الذي يخرج ويظهر في أوائله السفياني وقطعا مع ظهور السفياني سيكون هناك اليماني والخراساني هذا المقطع له خصوصيته وهذا المقطع الزماني يكون قريبا جدا من وقت ظهور إمام زماننا شهر رجب الذي تسميه الروايات برجب العلامات سيكون في سنة زوجية وبانتهاء هذه السنة ستأتينا سنة فردية يظهر في محرمها في أول شهر من شهورها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما قبل رجب العلامات هناك هناك رايات ناصبية معادية لإمام زماننا وهي من رايات أتباع السقيفة بني ساعد رايات سوداء وإذا أردنا أن نطبقها في أيامنا هذه القاعدة راياتها سوداء داعش راياتها سوداء ومجموعات ناصبية أخرى من الإرهابيين السنيين من أتباع السقيفة بني ساعدة من أبناء المهاجرين والأنصار من أتباعهم المهاجرون والأنصار كفروا بدين الله بعد رسول الله بصريح الروايات في البخاري ومسلم فضلا عن رواياتنا وأسسوا دينا جديدا هناك رايات سوداء ولأكثر من مجموعة وهذا المعنى موجود في رواياتنا الشيعية وفي الروايات السنية أيضا هذه الرايات السوداء هي رايات سقيفية من رايات السقيفة بني ساعد أما الرايات الشيعية الضالة التي تناصب العداء لإمام زماننا تناصب العداء باتباعها للمنهج البتري بتخديسها للمراجع البتريين رايات كثيرة لأن الرايات المشتبهة كثيرة ولترفعن إثنتى عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي لم تشخص ألوان هذه الرايات لماذا؟ لأن المجموعات كثيرة ستكون الألوان كثيرة أيضا وهذا هو الواقع إذن الرايات ما قبل رجب العلامات رايات نواصب سقيفة بني ساعد سوداء إنها الرايات الواضحة الظاهرة رايات نواصب سقيفة بني طوسي هذه رايات المجموعات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي رايات مراجع النجف وكربلاء ورايات الأحزاب القطبية الشيعية اللعينة هذه الرايات رايات ملونة بمختلف الألوان ولذا لم تشخص ألوانها وإنما تم الحديث عن ضلالها تم الحديث عن بتريتها تم الحديث عن منافرتها لدين العترة الطاهرة فإن الإمام الصادق حين تحدث عنها والروايات في الكاف الشريف وغيره أيضا بعد أن تحدث عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى فيها أي من أي تحدث عن دين العترة الطاهرة وقال من أن أمرهم أبين من الشمس إذن هناك راية هناك جهة هناك اتجاه هناك موضع هناك محل يمثل دين العترة فابحثوا عنه ولا تضيعوا أنفسكم بين هذه الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي لكن بعد رجب العلامات الرايات ألوانها واضحة بعد، رجب العلامات الراية السفيانية بعد رجب العلامات قبل الظهور والسؤال يسأل عن الرايات قبل الظهور الراية السفيانية، راية حمراء حينما أقولRاية حمراء لا يعني أنه لا يوجد فيها شعار لا يوجد فيها لون آخر لكن اللون الغالب عليها هو اللون الأحمر لون بني أمي الراية السفيانية حمراء الراية الخراسانية سوداء هذه الراية إنما تظهر وتتشخص في رجب العلامات قبل رجب العلامات لا تتشخص هذه الراية الراية الخراسانية سوداء السفيانية حمراء الخراسانية سوداء كما قلت لا يعني أنه لا يوجد فيها خطوط بلون آخر مثلا اللون الغالب عليها الأسود الراية اليمانية بيضاء وهناك راية أنصار إمام زماننا من مصر الراية المصرية الناصرة لإمام زماننا لونها أخضر راية خضراء وراية الشاميين المناصرين لإمام زماننا راية صفراء إذن هناك الراية الحمراء الراية السفيانية وهناك الراية السوداء الراية الخراسانية وهناك الراية البيضاء الراية اليمانية وهناك الراية الخضراء راية المصريين الراية المصرية المناصرة لإمام زماننا وهناك الراية الصفراء الراية الشامية المناصرة لإمام زماننا هذه الألوان تتضح وتتشخص في رجب العلامات قبل رجب العلامات إذا كانت رايات بهذه الألوان فإنني لا أتحدث عنها لأننا لا نعرف حقيقتها الرايات المشخصة والتي ستتضح في رجب العلامات الحمراء للسفيان والسوداء للخراسان والبيضاء لليمان والخضراء للمصريين والصفراء للشاميين الذين سينصرون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قبل رجب العلامات فإنني لا أتحدث عن هذه الألوان حديثنا عن هذه الألوان وبهذه الخصوصية ما بعد رجب العلامات وقت الحلقة انتهى وللحديث صلة نلتقي غدا وغدا الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله